شكرا جزيلا هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش موجز لأهم الأنباء يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال شكري لاتصال هاتفي من نظيره الأمريكي وقد ذكرت وزارة الخارجية أن الاتصال تناول بحث سبول دفع عدد من الملفات الخاصة بالتعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن بهدف تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز لتلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية بهدف تبادل الرؤى والتنصيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة أعقدت وزارة الخارجية سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الدول والأطراف المختلفة للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات لا تصل بتغير المناخ يأتي ذلك في إطار الإعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وفي هذا الصدد أجرت إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وبمشاركة مسؤول وزارة البيئة مشاورات ثنائية عبر الفيديو كونفرنس مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان وزامبيا ومجموعة من الدول متشابهة الفكر بالإضافة إلى مجموعة المفاوضين الأفارقة حيث تم تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر والتي عقدت بيغلاسكو في نوفمبر الماضي والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر أعلنت وزارة الثقافة أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بلغ 91 ألف زائر في اليوم الأول للمعرض وأكدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم أن الإقبال الكبير على المعرض يعبر عن الرغبة الجادة في تلقي المعرفة مشيرة إلى أن هذا العدد يعكس مشهدا براقا للوعي المجتمعي المصري وذكرت وزيرة الثقافة أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض تلقى تفاعلا ضخما مشيرة إلى أنها تجربة مميزة وناجحة بشهادة زوارها ومنذ تتشينها في الدورة السابقة تحقق نجاحا كبيرا باعتبارها إحدى خطوات التحول الرقمي للظاهرة الدولية هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للكتاب أن المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض سجلت باليوم الأول قرابة 44 مليون و 500 ألف زيارة من مختلف دول العالم أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1991 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1351 ألف وأربعمائة وثمانية عشر حتى اليوم وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 1985 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 36 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 49 ألف و 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و 828 ألف و 446 حالة وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 495 وفاة جديدة بالفيروس في المكسيك لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 304 ألف و 803 حالات عقد مجلس السيادة الانتقالية السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتماعا بالقصر الجمهوري لمناقشة الأوضاع الرهنة في البلاد وقالت الناطقة الرسمية باسم مجلس السيادة سلمى عبد الجبار إن الاجتماع تناول استعراض تقرير من اللجنة الوطنية القاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها وضفت أن الاجتماع تناول كذلك الاستماع إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل حول الأزمة في أوكرانيا بسبب التهديد الذي تشكله روسيا على الأمن والسلم الدوليين وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس إن أكثر من مئة ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية مضيفة أن روسيا تمارس أنشطة مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا وتشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين ومثاق الأمم المتحدة ختم موجز الثامنة نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل